موسيقى نكمل الكلام في الأسطورة الخامسة والثلاثين الجهة السابعة وانتهينا من الأمر الخامس ابن العلقمي الشيعي وابنال علاقم التيمية وذكرنا الأمر السادس روزخونيات التيمية ومجالسهم الحسينية وأبدأ الكلام والمجلس بمقتبس من رسالة الذهبي إلى ابن تيمية حيث قال له والله في القلوب شكوك انسلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد حتى الشهادة غير مقبولة غير سليمة من ابن تيمية هذا الذي يقول هو أستاذ من أساتذة التيمية والمنهج التيمي إمام من أئمة التيمية والمنهج التيمي هذا الطالب الملازم المجيد المتميز عند ابن تيمية هو الذي يشك فيه إيمان ابن تيمية يشك فيه إسلام ابن تيمية يشك فيه صحة شهادة ابن تيمية يقول له أنت حتى الشهادة لا تقبل منك والله في القلوب شكوك انسلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال يا أيها الزنادقة تقتلون الناس بعنوان الزندقة وأنتم زنادقة هذا هذه الزندقة وهذا الإقرار وهذا الاعتراف وهذا التصريح وهذه الحقيقة بزندقيتكم من إمامكم من الذهبي يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال ولا سيما إذا كان قليل العلم والدين باطوليا شهوانيا فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل أو عامي كذاب بليد الذهن أو غريب واجم قوي المكر أو ناشف صالح عديم الفهم فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل وإن لم يصدقني أحد فليفتش التيمية وليزنهم بالعدل وسيجد حقيقة ما قاله الذهبي عنهم إذن الأمر السادس روزخونيات التيمية ومجالسهم الحسينية لا تستغرب من العنوان فإنه واقع حال وكما هو معتاد وقد مر علينا كثيرا وصار أمرا يقينيا أن التيمية يكفرون الناس ويقتلونهم بناء على تهمة وافتراء نجد التيمية وإمتهم أنفسهم يفعلونها وبأبشع صورها كما في رفع شعار التوحيد وإذا بهم يجسدون الإشراك بأفحش وأبشع صورها وبما يفوق التصور حتى جعلوا من الله مليارات الأرباب المتجسدة في صور والمتجسدة في أسام مختلفة ونجد كتبهم وخطبهم ومجالس حديثهم الخاصة والعامة ممتلئة ومقتضة بذكر الأموات وأحياء سيرتهم وتمجيد وتزويق صورة من يشاء منهم وبمدحهم والترحم عليهم فيما نجدهم يأفكون غيرهم ويفترون عليهم ويسبونهم ويطعنون بهم ويلعنونهم ولا تستغرب لو وجدتهم ينهون مجالسهم بالذكر مصيبة الحسين عليه السلام حسب ما يخدم مجالسهم الشيطانية المكفرة الإرهابية القاتلة ونكتفي بذكر نموذج واحد من مجالسهم وروزخونياتهم عن إمامهم ابن كثير ففي البداية والنهاية الجزء الثالث عشر من صفحة مائتين وثلاثة وثلاثين إلى صفحة مائتين وخمسين وهو يتحدث عن أسلافه عن أئمته عن قادته عن أمرائه عن زعمائه عن رموزه عن مصيبته عن مصائبهم يقول ثم دخل السنة ستة وخمسين وستمائة سنة ستمائة وستة وخمسين هجري فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة وانقذت دولة بني العباس منها استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين الذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكو خان لاحظ أنا الآن أقرأ هذا حتى أريد أن أصل الصورة إليكم ما هو الفرق بين أبن كثير هنا وأبن تيمية في غير هذا المقام وأمة التيمية في كل المقامات يذكرون قصص وخرافات وخزعبلات وأساطير عن أمتهم عن أصحابهم كما يرون هنا عدد المقاتلين والغدر والخيانة والمظلومية وحجم الجريمة وعدد القتلى والتحرك والمبيت والأموال والأعداء ما هو الفرق بين هذا وبين من يتحدث عن مصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام وتحرك الحسين عليه الصلاة والسلام ومقتل الحسين وآل الحسين عليه الصلاة والسلام ما هو الفرق بين هذا وذاك يتحدث عن مظلوم مظالم كما أنت تتحدث عن مظلوم مظالم حسب اعتقادك لماذا تكفر هذا ولا تكفر نفسك هذه كتبكم هذه مجالسكم تمتلئ بهذه المجالس فلماذا تبيحون هذا وتسمحون هذا وتجيزون هذا لأنفسكم وتمنعون هذا عن الشيعة عن الروافض عن الصوفية عن باقي المسلمين يقول استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين الذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكو خان كما تحرك جيش الكوفة جيش ابن زياد جيش يزيد جيش عمر بن سعد نحو الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه وتحفه جاءتهم أمداد صاحب الموصل وجاءتهم ميرة صاحب الموصل وهدايا صاحب الموصل وتحف صاحب الموصل وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى نعم قبحهم الله وقبح الله لؤلؤ وقبح الله كل من غلس عن خيانة لؤلؤ وعمالته من أئمة مارقة وتيمية يقول وأحاطة التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب نحظ هنا نقول طبعا مع الفرق لكن نقول كما تقول هنا نقول أحاطة جيش ابن سعد جيش يزيد جيش عبيد الله بن زياد بمخيم الحسين سلام الله عليه هناك ناس مؤمنون ناس متقون أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا للإصلاح وهنا هلاك أحاطة بجيش بعائلة بمجموعة بزمرة فاسقة مجغولة بالرقص والغناء والخمور والفجور تسمحون لأنفسكم أن تتحدثوا عن حصار هذه المجموعة الفاسقة المارقة ولا تسمحون للشعة بالحديث عن مصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام وبالجيش الذي أحاط بمخيم الحسين عليه الصلاة والسلام وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه وكانت مولدة تسمى عرفة جاءها سهم من بعض الشبابيك فقاتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة ومصيبته يندب الجارية والراقصة حال اللعب والرقص واللهو والمجون ويكفر من يندب آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المظلومين رمز الصدق والإيمان والتقوى والعفة والشرف ويكفر من يندب الطفل الرضيع الذي قتل بين يدي الحسين سلام الله عليه وهنا يبكي الجارية ويتأسف على الراقصة هؤلاء هم أئمة الدواعش هؤلاء هم أئمة المارقة هؤلاء هم أئمة التكفير هؤلاء هم المدلسة هؤلاء هم أعداء النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانزعج الخليفة أي نفاق هم فيه؟ يقول فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرت الستائر على دار الخلافة موسيقى